بسم الله الرحمن الرحيم معاكم أميرة عادل نبدأ يومنا بالصلاة على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين وقبل ما نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة لو أنت أول مرة تشوفيني شوفي القناة وتفرجي على المحتوى لو عجبك المحتوى نزل وعمل اشتراك ودوسي على الجرس على الكل عشان يوصلي الكل جديد من الفيديوهات اللي احنا هنعملها أنا بعمل فيديوهات يوم بعد يوم ادخلي وقيم المحتوى قولي في التعليقات رأيك إيه يلا بينا نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة النهاردة كان الجو تحت سقع جدا بس لقيت الشمس برا جميلة كده ومشرقة فقلت أخد اللبن بتاعي وأطلع أشربه فوق في الشمس عشان أتشجعك وانزل أعمل شغل اللي ورايا النهاردة النهاردة هنعمل السجوء الشرقي بدون هنك وهنعمل كيكة جميلة جدا سهلة جدا بمكونات كلها في البيت يلا بينا نبدأ تعالوا نبدأ بقى ننزل نعمل ونشوف مكونات السجوء الشرقي معايا فلفلية حمرة من فلفل الألوان وبصلاية وأربع فصوص توم هبتدي هنا أقطع الفلفل واشير الأجزاء البيضة اللي جواه اهي بالشكل دوت أنا مش محتاجاها بعد كده قطعت البصلة والتوم وهبتدي بقى دخالهم في المفرم وفرمهم اهو بالشكل ده بعد كده هصف مية البصل والفلفل أنا مش محتاجة المية أنا محتاجة بس تفل البصل والفلفل اهو هصفيه كويس جدا المية ديت بعد ما هصفيها هشيلها لأن بعد كده تقدر تحتاجها في أي تدبيلة فراخ في تدبيلة بنيه وتشلاف الفريزر في كيس وقت ما تعزيها تقدر تستخدمها دلوقتي خلاص أنا دلوقتي جبت بقى اللحمة دوت نص كيلو لحمة وعليه مية جرام دهن الدهون بتبقى ضررية او في الحاجات ديت سواء في الكفتة او في السجوء هبتدي افرم اللحمة بعد ما فرمت اللحمة بالشكل دوت هبتدي احط عليها نص كوباية فولسوية ده من منقوع في مية اهو بالشكل ده وبعد كده هحط بقى المكونات عليه دي معلقة فلفل آآ أصمر صغيرة توم بودر بصل بودر آآ بهارات آآ سجوء دي معلقة كبيرة بابريكا نص معلقة إرفة على جنزبيل ودي نص معلقة كاربوناتو وحطيت معلقة ملح آآ صغيرة نص كيلو عليه معلقة صغيرة ملح هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض آآ هبتدي افرمها تاني لأن السجوء بيحتاج آآ فارم مرتين أقلح او ثلاثة زي ما تحب يعني او زي ما تقدري وممكن لو ما عندكيش مفرمة او كبة تقدر تجيب اللحمة المفرومة وتخلي الجزار يفرمها لك مرتين عشان تبقى نعمة وتحطي كل المكونات دي بقى على ايديك وتدعك بيها كزا مرة كده هوت لغاية ما تنعم معاك خالص يعني مش درج مفرمة عايز اقولك ان الكربوناتو اللي حطنا ده بيخلي السجوء مش مكتوم كده وبيخلي هش كده وجميل وكمان آآ بهارات السجوء دي مهمة جدة هتخلي الطعم كده روعة زي بتاع بره بالزبط بس طبعا دي حاجة طبعا نضيفة كده خلاص انا فرمتو كده مرتين آآ وبقى بالشكل اللي انت شايفها دوت هجيب بقى ورقة آآ آآ من كيس من اكياس التلاجة وهفردها وهدهن هزيت وهبتدي احط فيها السجوء بالشكل دوت وهبتدي افردها كده هوت آآ في الكيس اعمليها بقى الحجم اللي انت عايزاه ولو عملتها حجم قل من دوت حجم صغير هتديك كمية كبيرة جدا انا هنا كبرت شوية عشان يبقى شكل بتاع بره كده بالزبط لكن انت ممكن تصغريه شوية هيبقى برضو جميل وهديك كمية كبيرة اهو بالشكل ده بقى بعمله زي الايه زي السجوء كده بتاع بره اهو والطعمة حقيقة وحفر عملت بقى واحدة تانية اهو بالشكل ده ببرمها كده بعد اما تطلع اهي ركزت كده معيها سهلة خالص وما اخدش حقيقي في ايه جي وقته خالص اتعمل على طول نفسواني كنت مخلصة السجوء اهي بصي بالشكل دوت كده انا خلصت الكمية كلها وهحطها بقى في التلاجة تتمسك كده هوت وتقدر يبقى تخزنيه في الفريزر بعد ما تمسك تحطيه في اكياس وتشيريه في الفريزر انا نهارة بقى هكمل لكم الطريقة بتاعته وهنعمله مع بعض وهنعمل معايا رز ابيض دول رز ابيض بيبقى معايا طعم جميل جدا هبتجي بقى اجيب طاصة واحط فيها زيت هسخن طبعا الزيت وتكون كمية الزيت كويسة هنزل السجوء هو مش متمسك قوي يعني لانه مستوش وقت كبير هو برضو طري زي ما هو لسه دي بقى نزله كده في الزيت واحمره شوية بشوية وهقلبهم بقى عن ناحية التانية كده خلاص اتحمر زي ما انتم شايفينه كده هشيلهم بقى وهحط كمية تانية اهو بصي لونه جميل ازاي حطيت طاصة تانية اهو الشكل ده كده خلاص انا حمرت السجوء كله هبتدي بقى اجيب طماطم مع الطعم كعبات تغيرة وبصل جوليان وفلفل اه اخضر اهو وهقلبهم تقلبها مش كتير يدبك بس الحاجة بس كده تبقى ايه يعني دب لنا كده حاجة بسيطة يعني مش عايزها تتبل كده جامد لا تبقى الحاجة كده فريش كده هوت زي ما هي عشان يبقى شكله حلو وممكن لو حابة تعملي صص زيادة شوية هاتي مع لقى الطماطم صلصة طماطم وحطيها عليه وقال بيهم ايه معي حطيت بقى رشة فلفل اسود ورشة تون بودر رشة بصل بودر وزبطت الملح اهو بقى بالشكل ده كزا ما انت شايفه بقى شكله جميل ازاي والخضر اللي معاه مش مستوي قوي يعني حاجة كده يا دبك الحاجة لسه مسحصحة هزا ما هي ولونها تحفح ايه والريحة يا جماعة ما تتخيلوش الريحة كانت جميلة جدا قلبت المكان كله بعد كده بقى حطيت عليه بقى دونس كده هوت يدي له شكل برضو جميل كان طعمه تحفح ايه حاجة كده من تحت ايدك عارفة معمولة ازاي عارفة مكوناتها ايه غير سجوء بتاع باره ده حقيقي ما تعرفيش هو مكون من ايه وحطين في ايه فلكن ده من تحت ايدك حاجة تحفح وطعمه حقيقي رهيب وبتاع بهارات السجوء دي بتدي طعم جميل جدا لكنه كده بتاع باره بالزبط او مع الرز الابيض كانت اكلة خفيفة وجميلة جدا ومش مكلف لان كمان فول الصوية عملته لك بطريقة يعني ان هي تكون اتصادية فحطيت لك فول الصوية هيديك معاك كمية كبيرة هيزود مقدار اللحمة بصي انت لما بجيبيه من بره تيجي تقطعي تلاقي كاتهارة وبقى عامل زي اللحمة المفرومة في الطاصة لكن هي ايه الوحدة بوحدتها ما فكش مني ولا حاجة زي ما هو هو سليم اهو بصي ما فكش لكن بتاع باره لو قطعتيه وحطتيه في الطاصة بتلاقيه فك منك خالص جربوه حقيقي هيعجبكو او يلا بينا بقى نعمل بقى الحاجة الحلوة نعمل الكيكة كيكة جميلة جدا مقارنتها كلها هكون في بيتك موجودة انا هنا جبت اتنين برطقان بلدي ده العصير عشان محتاجة كبات عصير برطقان قلت عملها بعصير برطقان بتبقى طعمها جميل جدا بعصرت برطقانتين العصارة هنا بتديني كده نتيجة حلوة قوي بتخلي كده البرطقان خالية من اي عصير هالتنين ادوني كوباية كاملة هبصي هبتدي بقى اخسل العصارة عطول في ساعتها ما تركنيش حاجة اخسلي اول بول عشان ما تكونيش موعين حواليكي ونش فيها وطبعا نشيليها بقى مطرح ما ايه ما بتشيلي حاجتك فلازم اول بول تخسلي كل حاجة بتستعمليها وتشيليها في اماكنها على طول بس نشفتها وهشيلها بقى ونبتدي نعمل الكيك هجيب بقى هنا معايا كوباية سكر دي كوباية اللي هي ميتين ميلي هحط عليها دول تلات بيضات ومعايا كوباية عصير البرتقان وهنزل بنص كوباية زبدة على الزيت الزيت ده بتدي طعم جميل جدا للكيك طبعا فانيليا وهضرب كل ميكونات دي كيف الخلاط ضرب جميل جدا هنا بقى هحط كوبايتين ونص دقيق هنخلهم نازم تنخلي الدقيق بتاع الكيك او اي ديء عموما نازم تنخليه دي كوباية تانية وحطيت نص كمان ودي زرة ملح وده بيكنج بودر او خميرة الحلوة هقلب كله كده على بعضه وبعد كده هبتدي انزل بالسوائل اللي انا لسه ضربها دلوقتي هقلب بقى كل ميكونات دي كده مع بعض بالشكل ده بصي القوان بقى عامل ازاي هجيب طبق واحط فيه كمية من الزبيب واحط عليها معلقة دقيق علشان ما تخليش الزبيب بينزل في قاع الصينية بعد كده بقى هنزله على خليط الكيك وهقلبه بالشكل دوت بعد كده هجيب صينية مدهونة زيت من بطنة بالدقيق احط فيها كمية الكيك بس هسيب منها شوية سويت بقى الكيك بالشكل دوت هزيت الصينية هاخد بقى كمية الكيك اللي انا سبتها واحط عليها معلقة نسكويك او معلقة كاكاو خام عشان تديني اللون كده الكاكاو هقلب الخليط كده هوت هتلاقيه محتاج يعني معلقتين كده لبن او معلقتين مية عشان نخفف في الخليط شوية انا حطيت معلقتين مية قلبت لغات ما بقى الخليط كده كويس هحطه بقى في كيس من الاكياس الحلواني وافضل راحة جاية كده هوت بالشكل دوت وبعد كده بالتوسبكس بمشي عليها تاني كده هوت لغاية ما اوصل كده لتحت بيه وبعد كده بقى بالطول والعرض كده زي ما انت شايفه داني الشكل الجميل دوت هيبصي شكلها تحفة ازاي بقى كمية بقى اللي هيكت بالشكلة ديت ما كانش لها مكان فحطيتها في الموج دوت وادخلها الميكرويف دقيقتين كده وهتستويه تبقى جميلة جدا وطبعا الكيك دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط اهي بالشكل ده طريقة جميلة كده زي ما انت شايفها كده بصي شكلها تحفة طعمها جميل جدا تعالي بقى نقطعها كده ونوريكي من جوة شكلها عامل ازاي شايفة شايفة الارتفاع بتاعها وجمالها تحفة حقيقي حاجة كده هشة كده اسفنجية فضيعة بصي طريقة ازاي مش ناشفة ولا حاجة تعالي بقى ندقها كده هوت بصي الشوكة بتنزل فيها ازاي طريقة جدا طعمها خروفة ودي بقى الكيك اللي احنا حطناه في الميكرويف بصي بدقيقتين استاوت ازاي يعني هداري تعملي الكيك دوت في الميكرويف في مججات كده هوت مش هياخد في ايديك دقايق وهيكون مستوي تاكل الكيك جميل جدا حقيقي كده خلصنا خلاص الحلويات وعملنا الاكل بتاعنا ودي بقى مواعيننا طبعا هنخسئ المواعين واللم الدنيا هنا خلاص غسلتهم بقى هبتدى اشيل بقى هنا بصف المواعين على فوطة كده بحطهم بعد كده برجع كل حاجة تاني مكانها كده رصتهم بقى حطتهم في اماكنهم والدنيا خلاص شلنا كل حاجة وهنا طبعا غسلت البتجاز لازم كل يوم تغسل البتجاز قلت بقى خلاص يومنا خلص خلاص اطلع بقى اشرب كباية الشاي بتاعتي كان خلاص بقى المغرب ادن زي ما انت شايفة كده هوت الجو جميل شايفة لون السماء جميل ازاي منظر حقيقي سبحان الله منظر طحفة هي بصي حبيت اقرب لك على المنظر الجميل دوت منظر الغروب بيبقى حاجة جميلة جدا بصي المنظر طحفة وبكده يكون خلص يومنا النهاردة بتمنى الروتين بتاع النهاردة يكون عجبك او اخدت فكرة اكلت بكرة وكل مرة هقولك الروتين دي بتبقى حاجة تحفظية ليكي تقومي تتنشاطي تقومي تعملي حاجة في بياتك تشوفي اكلة تعجبك تشوفي فكرة تعجبك لو الفيديو عجبك او تنسي الشير واللايك والاشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفيني والقاكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته